أقول فيك الصميدع كلا ولا حاش لمثلك أن يقال الصميدع يا برق أن جؤت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيها الكليم بن عمراني وبعده إيسى يقفيه واحمد يتبع بذكر سيد الكائنات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد عليك بالحزن دمعي تجارة ولأن حبك أعز وثمن تجارة شلونت عنه والداعش تجارة وسمت شبدك يا بن حام الحمية هنيال السكن يمك ولك جار إلك دموعنا تنزل ولك جار إذا مر الوقت غفك ولك جار بس أندب علي حام الحمية صلى على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد يا طائر الحب غرد أشرف النغم وأصدح بمدح الآل كلهم فمدحهم شرف عال لمدحهم وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم هم جيرة الله أعلى الخلق منزلة هم خيرة الله أعلى الناس في القيم هم الطهارة في أسمى مراتبها وفي الكتاب أتى إطلاقته رهم فهذه سورة الأحزاب ناطقة إرادة الله فوق الشك والتهم وأوجبت آية الشورى مودتهم قرب النبي لنا أولى من الرحم ما غرهم أشرف الأنساب عن عمل ولا ثناهم عن العلياء والهمام صلى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائكة حوله للدين والدنيا به بشراء والعيش يزه والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد وضاء ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادر ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي والقلوب بكاء وإذا قضيت فلا ارتيابك إنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا حميت الماء لم يورد ولا القياصر ولا الملوك ضماء وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم إن دانت بك العلماء صدر البيان له إذ التقت اللغة وتقدم البولغاء والفصحاء حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء دين يشيد آية في آية لبناته السورات والأضواء الحق فيه هو الأساس وكيف لا والله جل جلاله البناء صلى على محمد وعلى المحمد